السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا لصفحة مية وصفار بي. من كتاب اسم كتانوي ليربوخ للمستوى بـ 2. الصفحة بعنوان بعنوان معني تدريب على المهارات. التدريب رقبية. اكتب اجابتك واعطي لأنسة سوزان نصيحة. يعني كيف وصلت إلى قرارات؟ في الدرس الماضي حكينا عن لأنسة سوزان او حكينا عن انتخاذ القرارات بشكل العام والانسة سوزان كانت تعمل عمل روتيني بس هذا العمل الروتيني مش عجبه فهي لقت عمل اه بغث البال او يعني عمل فيه وتعب بال كثير وراتب اقل وبده تسوق ثلاث ساعات بس مع ذلك هي مصرة انها تبدل العمل فهي طلبت من نصيحتنا فاحنا المفروض انه نعطيها نصيحة مشان اتخاذ القرار طيب هم مكاتبينها يعني بثلاث كاتبوري او ثلاث تصنيفات يعني مشان نحاكي الانسة سوزان اول شي بيقولونا بمعنى اظهار الفهم يعني انك تفهمت مشكلة لانسة سوزان كاتبين اول جملة يعني استطيع ان افهم انه كذا طيب اني صراحة ما ايش محضر فالجمل اللي طالعه حاليا اللي فيها تكملة يعني هاي انا كتبته بعدين فانتو اقروا الجمله هون يعني تكلوش على الصوت بس الحل طالع الشاشة هذا الحل ما اشركوا عليني بسها بعدنا عند اعتقد انه من الطبيعي انك كذا انه من المفهوم بالنسبة الي كذا طيب صراحة يعني مع الرأي انه سوزان ما تتغير الشغلها لانه الشغل الجديد يعني عبارة عن تعبال بس هي الانسة ما غير ما تحبش الروتين وبدأ تحب الوظيفة وتحب الابداع والصوال فيه هذا فاذا انت بتحب السوال فاين مثلية فيك تغير رأيك يعني تكتب غير الكلام اللي ان ديكست يعني ما هي المشاعر التي تمتلكينها عندما تفكرين في الشغل اللي بالفراغ يعني كيف تفضين مع الافكار كذا ماذا تقولين حوله يعني كيف سيستجيب فلان عندما كذا عندك يعطاء النصائح بقولك يعني انصحك ان تبقي في هذا العمل يجب عليك لا تغير وظيفتك طبعا الكلام ما نقعد بحطه من رأيي انت فيك تحط رأيك اللي يكون يمكن يكون معاقص لكلامي بعدين فراغ طيب كيف سيكون عندما هازدو شون مال اوبر ناقي داكت هل فكرتي حول ان داينرشتيل فورده ايش في وضعك سوف اقوم ان داينرشتيل فورده ايش ماينجوب نشت ذكسل يعني في وضعك ان اقوم بتبديل وظيفتك تمرير رقم سيكس او انشايدن مت ديم انشايدونس باوم واس تسين زي ام اندان اتخاذ قرار مع شجرة اتخاذ القرارات مع النتيجة التي تحصل عليها في النهاية وماذا ستلبس في النهاية انو. بقول لك. زي اشتين مال فيدر فور ديم كلايدر شرنك. انت تقف امام خزانة اه خزانة الملابس. وان وان تعرف ما هو الشيء الذي عليك ان تلبسه. غريفن زي. نشت ايفاق ناخ لست. وان لونة اتخاذ القرارات سوف تساعدك في اتخاذ القرارات. اشتارتن زي مت دير فرادة. ابدأ بالسؤال. هل يجب عليك الذهاب اليوم الى العمل? انشايدن زي امر مت يا او در ناين. قرر دائما مع كلمة يا نعم او لا. ما هو الشيء الذي علي ارتداؤه. طيب صراحة عندنا رسوم كثيرة صراحة ما اعرف اذا في داعي نقراها ولا لا. مستو هويت السورة عبايت? يا او در ناين. اذا كان يا فابقول انس برو. اذا كن عندك انس برو. عندك ناين او يا. كمان كل كلمة بتتفرع الى فرعين. طيب صراحة صورة طويلة. احتركوا مع الشاشة اشوفها او خلاص. التبريل رقم بي. زوخن زي زيش يست انقروب اينا ايجنا فراغة او سو نشرايب. يعني يبحث في مجموعتك عن اسئلة وقم بكتابتها. مالا قم بالرسم. باستلن زي يعني ارسم شجرة اتخاذ قرارات في في الورقة يعني التعب اللي بدك تتعبه حتى ترسم هاي الشجرة لو تشغل مخك وتفكر احسن لك من الوجع على الراس هذا المهم بس هم هاي الجماعة بيحبوا الوجع على الراس ما هو الشيء الذي علي طلبه للأكل او للشرب وين زل ايش دين او لاو فارن اينا يجب علي الذهاب الى في العطلة اي حواية تناسبوني اي حواية تناسبوني تمنى لقم تسي هنگن زي دي بلاكات اوف فيلشر باوم كيفيلت ان ان بسن يعني قم بتعليق هاي اللوحات المشلخ اللي سويتو انتو واي لوحة بتعجبك اكثر شي طيب خلينا نقوم بفيديو عمقاكم السلام عليكم اشتركوا في القناة